اليوم مباراة كانت تحبس الأنفاس وتخنق يعني عارف المباراة اللي انت دال للدرب بس مو عارف تدخل يعني عارف تروح وترجع والمنتخب العماني للأمانة قدم مباراة عظيمة وكان في عندهم هذا اللاعب الوحيائي هذا لاعب صراحة كانيات عظيمة لكن لعبتنا اليوم كانوا في الموعد أخذنا النقاط الثلاث المهمة في المجموعة أمام أقوى منتخب في المجموعة معانا هذا الفوز يخلي الأمور تهدى شوي حول المنتخب السعودي ويخلي الأجواء داخل المعسكر وفي الإعلام شوية تهدى لأنه ممكن ممكن يعني تتخيل السيناريو بعد الأحداث اللي صارت في آخر 24 ساعة لو لا سمح الله خسر المنتخب اليوم كانت بتكون أكثر يعني صعوبة وثقلا على اللاعبين فوز المنتخب اليوم حيخلي الأمور هادية حيخلي المتابع والجمهور واللاعب والمدرب يتحركون ويشتغلون بهدود داخل المعسكر الأخضر وهذا اللي يهمنا فوز مهم بإذن الله يتبع فوز ورا فوز ورا فوز وما يردنا إن شاء الله إلا أنهاي ألف ألف مبروك لمنتخب السعودي